ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصلتني رسالة مفاجئة من صديقك على الفيسبوك لما قرأت الرسالة، كن مستغرب لنستفتهمني أن الرسالة أرسلتها بالخطأ وأنه أكيد كان يقصدها إلى شخص آخر لكن الأكثر الغرابة في الموضوع وعندما أرسل لي الرسالة، أرسل لي الصورة مع الفتاة في أحداث ثورة 2011 وعندما الصورة كانت لطيفة جداً عملوا قلب حوله حول الفتاة بالأحمر وكتبوا نظرات سلمية شوفوا كيف الصورة لطيفة؟ تخيلوا أن هذه الصورة انتشرت في مختلف صفحات الفيسبوك والتويتر طلعوا إشاعات وكلام، وكان الهجوم من الناس مخيف يعني تتوقعوا من هذه الفتاة وإيش أنا وهي نعمل بهذا الصورة؟ إيش علاقتها في بي؟ هذه الفتاة قريبة جداً لي وبهذاك اليوم كنا نتبادل نظرات طبعاً بعدما طلعوا الناس الإشاعات والكلام تأثرت شوية نفسياً وكنت حزين يعني على الرغم من أننا حاولت أتكلم الناس قالت علينا أنا ما أستحي كنت أخرج للشارع والناس اللي تعرفنات الفتاة بنظرات غريبة هذا الفتاة هذه كان عمرها 25 سنة وعمري أنا 15 سنة هي أختي الكبيرة واسمها أميليا أنا متأكدة أن بعضكم راح يستبعيد وهذا شي طبيعي جداً لأن دائماً الحكم المسبق هو اللي يبني قدران وحواقس كبيرة بين الشخص والشخص الآخر ما بيؤدي إلى التعامل بطريقة معينة فقط لأنك ظنيت بشيء معين بحكي لكم موقف حدث معي في يومنا الأيام قررت أزور صديقي المنفتاح أحمد اللي يحب يلبس الملابسة العصرية ويواكب الموضة طبعاً في البداية أنا ظنيت أن صديقي أحمد عائلته مفتحة جداً لما وصلت البيت أبو أحمد استقبلني طبعاً أول انطباعة قلته على أبو أحمد أن هذا الشخص منغلق فكرياً ومنشدد دينياً لأن أبو أحمد معاه لحياة كثيفة ويتكلم بالفصحة وليس بالعامية وبأسلوب ديني خالص خلال اليوم تعرفت على قوهر هذا الشخص كانت جداً اجتماعي ومرح وما كانش متشدد كان متحفظ كاعدة العائلات والتقليد المتعارف عليه بالنسبة لي شخصياً كنت متفاقع ومصدم كيف علاقة الأب بالأب بالأب طبيعية تماماً رغم الاختلاف الفكري والانفتاح بالأب والعكس في الأب كان شي طبيعي هذا التنوع الناس متعايشين عليه تحت زقب بيت واحد احنا ما زلنا نحكم على الناس من خلال طريقة شكلهم أو طريقة كلامهم أو لبسهم يعني او الفتاة خارقة تهي لابسة بالتوبيج بدرة من الأسود الناس بتلتفت له وبتكون هذه الفتاة مستباحة للتحرش طريق طريق فقط لأنها لابسة بالتوبيج ليس أسود ولأن البيج حاجة جديدة عليهم هذه أمثلة واقعية كثير مننا يعاني منه والسبب ان القيمة الأخلاقية منسية تماماً بل أنها تتعرض للسخرية كأنها حاجات كمالية مثل التقبل الآخر أو عدم الحكم عليه بناء على مظهرة أو مذهبة أو انتماء الوجيولوجي أو بناء على مواقف حدثت في الظروف معينا أو حتى على منشورات الفيسبوكية قيمة تقبل الآخر ولو اختلف عننا مهمة جداً احنا دائماً نشوف لهذا الاختلاف وننظر له بنظرة سلبية جداً بينما لو شفناها بنظرة إيقابية فإحنا كنا بعالم ثاني بعالم كلنا نسعى إلي احنا دائماً نقول الغرب أخذوا مننا الغرب سرقوا مننا بس عمرنا ما قلنا بنعمل بديننا يعني إيش اللي حاصل باليمن حالياً أليست المشاكل بسبب عالم تقبل الآخر رفط طريقة تفكيره ومذهبه وينتهي بنفضه كإنسان يعني إحنا بتعليقاتنا وكلامنا وتصرفاتنا ممكن نتناسة تماماً إيش هذا الشخص يمكن إحنا نعمله أو نؤثرله بحياته ممكن نؤثر في الشخص نفسياً نخرب أسر أو نكسر بيوت بس نحن نتناسة تماماً عن أخطائنا هذه خلونا نمسك أبسط قضية المرأة ولبسها لو خرجتهم قلببة يقولوا ما خفية أعظم لو خرجتهم فاتشة يقولوا ما مارسة غير مقبولة بينما إحنا لو وقنا أخذنا النظرة وشوفنا بنشوفهم في معانا أم، يمكن أخت، يمكن زوجها، ويمكن بنت إحنا ما نفكرش لما نعمل هذه التعليقات ونفكرش بعواقب هذه التعليقات اللي إحنا ممكن نعمله أو نقوله الأمثال اللي ذكرتها الآن هي مثال لرفض الشيء الغير مألوف والحاقة الجديدة علينا خلونا نسأل أنفسنا ليش ما نملكش هذه الروح الشماعة الجديدة والمرأة اللي تقبل الشيء الجديد وتكييفه مع بنيتنا وثقافتنا وديننا بنظرة إيقابية صدقوني، العالم ما وصلش المكان اللي هو الآن فيه إلا ما بعد ما كيفوا عقولهم إحنا بنجاو وشوفنا واحد معاه لحية كثيفة بنقول عليه هذا ملحي ونشوفه بنظرة معينة وقد تكون نظرة احتقار فقط لأنه معاه لحية أبدأ كنته بينما هذا الشخص يمكن يكون على صح ويمكن يكون على خطأ بس إحنا ما لناشى الحق نقيم الناس بنظراتنا الشخصية يجب أن نتعرف على الإنسان كإنسان بغض النظر عن فكره، مذهبه، انتماءه المناطقي أو حتى تعصبه السياسي يجب أن نتعرف على قوهر الإنسان وقيمته في حالة تقاهل هذه القيم، سينشأ قيل على الحق بالرفض بمعنى أن مجتمعاتنا ستكون في خطر شديد أنا برأيي أقل شيء ممكن نعمله إحنا كناس أن نحن نتكاثف من وسائل إعلامية وقادات اجتماعية وغيرها نحن نريد حياة مليئة بالألوان، المختلفة والجميلة نريد حياة بتنوع ثقافي وأجتماعي نريد حياة تعني كلمة التعايش فما يهم هو الروح الأصلي للإنسان شكراً شكراً